موسيقى راحب فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم يرجى الانتباح الانتحانات على الأبواب يمكن تكون أو بشكل عام يعني الدراسة ويد مهم ننتبه على شغلة بالطلبة بشكل عام الذكاء العقلي يتراوح تتراوح درجاته من شخص إلى آخر في شيء اسمه الفروق الفردية الفروق الفردية يعني في فرق بين شخص قدرته وشخص آخر في شخص على مستوى العضلي يقدر يشيل 50 كيلو وفي شخص على مستوى العضلي يقدر يشيل 30 كيلو ما يقدر على 50 كيلو ما نقدر نقول أن هذا إنسان هزيل أو ضعيف أو مو قوي ونقول أن الإنسان الثاني قوي ما نقول شذيه نقول هذا قدرته يشيل 50 كيلو وهذا قدرته يشيل 30 كيلو هذا على مستوى الجسم والعضلات كذلك الطول واحد طولة 180 واحد طولة 160 واحد طولة 165 وهكذا تفرق من واحد لواحد ما في مستوى معين لو نزل عننا هذا الطول نقول هذا طول غير طبيعي لو زاد عن هذا الطول كذلك نقول هذا الطول غير طبيعي فهو فيه حد معين نرجع من خلاله على شريحة شريحة المجتمع الكبيرة يعني لو قلنا أطوال المجتمع بسين من الناس مليون نسمة أطول شخص فيهم على المستوى الطبيعي 190 أقصر شخص 150 أقل من ذلك يعتبر غير طبيعي أكثر من ذلك يعتبر كذلك غير طبيعي هذا معناتها لكن على مستوى الذكاء العقلي اللي الناس جداً ما تنتبه له ما يدرون أن العلامات الدراسية أو المعدلات الدراسية وضعت بطريقة تتناسب مع الفروق الفردية لدى الطلبة بمعنى 60% هو ناجح أتكلم عن أي مرحلة دراسية 60% ناجح وأمية في الأمية كذلك ناجح بس الأمية في الأمية ممكن يدخل في تخصصات معينة وال60% لا يستطيع الدخول بهذه التخصصات لأن قدرته العقلية وذكاءه يساعده فقط على هذا المستوى من الدرجات الأكاديمية فهو يدخل بالتخصصات الأخرى بعد التخرج مثلاً من الثانوية يدخل تخصصات تتناسب مع الدرجاتهم بين ال60 مثلاً ال65 أو ال70 طيب ليش وزعت هذه الدرجات بهذه الطريقة ليش حطوا ال60% ناجح وال100% ناجح ليش لو يبنى تجربة لو سوينا تجربة علمية ويبنى عشر طلبة وخلناهم يدرسون العشرة بنفس كمية الوقت بالدراسة يعني يبنى الطلبة عشرة وخلنا كل هالعشرة هذول يدرسون أربع ساعات في اليوم وخلناهم ينامون بنفس قدر النوم كلهم اللي نامون ثمان ساعات مثلاً وعطيناهم وقت للأكل وقسمنا وقت اللعب أو وقت الوناسة ووقت الدراسة هذولي الطلبة العشرة لو سوينا هذه التجربة عليهم ووفرنا لهم الظروف المناسبة لتحقيق أكثر قدر من الدقة بالتجربة وبالنهاية قدمناهم إلى اختبار راح نلاقي تأكده وانا راح نلاقي في فئة منهم تيب 100% وفي فئة تيب 70-80% وفي فئة تيب 60-70% راح تتراوح علامات العشرة طلبة هذول اللي سوينا عليهم التجربة بين 60-100% ليش؟ لأن كل واحد عنده فرق عن الآخر بما يتناسب مع الطريقة اللي درسوا فيها أربع ساعات دراسة في اليوم مثلاً أربع ساعات دراسة في اليوم ثمان ساعات نوم ساعتين لعب أكل باجي الوقت للأكل وهكذا الأربع ساعات هذي ونفس طريقة الدراسة العشرة طلبة نفس طريقة الدراسة كلهم راح ييبون بين الستين وبين الأمية ليش؟ لأنه في ناس قدرته العقلية أنه يدرس أربع ساعات ويلعب ساعتين وينام ثمان ساعات وياكل ويشرب بطريقة معينة ويقدر ييب بالأربع ساعات دراسة هذي يقدر ييب المئة في المئة وهو مرتاح الآخر يقدر ييب التسعين أو الثمانين والآخر يقدر ييب الستين والخمسة وستين هذا حده وهكذا نفس المبدأ ينطبق على الفصول الدراسية هذا شنو يعني يا جماعة يعني أن كل واحد عنده قدرة خاصة فيه لإنجاز أو لتحصيل علامة دراسية معينة طيب السؤال الذي يطرح نفسه اللي ياب ستين أو خمسة وستين أو سبعين في المئة يحصل المئة في المئة يرجى الانتباه بعد الفاصل راح نتكلم أكثر عن قدرة الإنسان إذا كان يقدر ييب 100 في 100 ولا ما يقدر خلكم معنا حقيقة مدام أن الطالب وهو مرتاح طبعا يا جماعة هنا أنا أتكلم عن التجربة لا أتكلم عن الشخص المهمل قد يكون واحد خارق الذكاء ولكن مهمل وييب 60 في المئة أنا مو هذا اللي أتكلم عنه أنا أتكلم عن الإنسان الطالب اللي قاعد يدرس بشكل طبيعي حالة حالة باجي الطلبة ومع دراسته ومع تركيزه ومع مجهوده وهو حدا نييب 60 إلى 70 أو 70 إلى 80 وهكذا هدول اللي أتكلم عنهم ما أتكلم عن المهمل هذا شيء آخر الإجابة هي نعم اللي ييب 60 في المئة يستطيع لو نفس الطالب هذا كثفنا عليه الدراسة وقللنا عليه اللعب وقللنا عليه الوناسة والاستمتاع وحرقنا دراسة وحرقنا قراءة وبحث وكتابة نعم راح ييب أيام الجامعة أذكر أنه كان في طلبة حافظين مكان الفاصلة ومكان النقطة بالصفحة وحافظين رقم الصفحة وبهذه الطريقة يجاوبون أسئلة الإختبار ولما تسألهم الدكتورة ما هو علم النفس يقولون له هو علم دراسة سلوك الإنسان الظاهر والباطن ها تعريف علم النفس طيب ما هو السلوك الباطن ما يعرفون يجاوبون ما يدCOM طيب شنو هو السلوك الظاهر ما يدCOM طيب شنو عن السلوك ما يعرفون شنو يعني السلوك ليش لأنهم حفظوا فقط شنو معنى تعريف علم النفس ما يبون يفهمون هم يبون يحفظون هذول الناس يقدرون يبون علامات عالية نعم ولكن هل هو قادر أن يستوعب أو يفهم هذا التخصص أو يفهم هذه المادة حقيقة لا الأغلب يكون لا هذا رقم واحد فتلاقي أنت حافظ لكنه مفاهم ما يقدر يبتكر ما يقدر يبدأ رقم اثنين أنت أخليت عن جانب رئيسي في حياة هذا الطالب أو هذا الطفل أو هذا المراهق أخليت في جانب المتعة في الحياة أخليت في جانب الراحة في الحياة أخليت في جانب المرح في حياة هذا الطالب فأنت طلعت لي طالب حصه 100% أو 95% أو 90% ولكنه يعاني معاناة شديدة يا أما مع القلق يا أما مع الاكتئاب يا أما مع الأثنين مع بعض تخيلوا يا جماعة أن يطالب نحرمه بالويكند من الخروج ونحرمه من كمية نوم معينة بحيث أنه يقدر يرتاحك وما يقعد من النوم ونحرمه من احتكاك في الناس ونحرمه من استخدام التكنولوجيا والأنترنت والتليفونات ونحرمه من اللعب في سبيل فقط أن يبلي علامة عالية شنو أنا سويت في الحالة هذه؟ أنا خليتها يقدر يحصل علامة عالية أكاديمياً علمياً ولكن أنا قللت بدرجة عالية تحصيلها الاجتماعي تحصيلها في كيفية الاستمتاع بالحياة لأن الاستمتاع بالحياة ترى جداً شيء مهم هناك ناس تقول لي بالويكند أنت شلون تستانس يقول لك ما دي ولا ينام شونة نام ما فيه هواية تمارسها ما فيه شيء يونس تسويه في الويكند يقول لك لا ما عندي ما عارف شون يعني يعني وناستين أنا قاعد في البيت أعتراسي ونام بالويكند ما يقعدني المنبه وطقطق بالتليفون وأكل واشرب واتيمع مع الأهل وبس خلاص هذه الوناسة مالتي ما عندك هواية معينة تسويها لا ما عندي ليش لأنه ما تعلم طول حياته في أثناء الطفولة وأثناء المراهقة وأثناء دراسته ما تعلم شلون يستانس ما تعلم جانب المرح والمتعة في الحياة ما تعلم أهمية الهواية في حياة الإنسان ما تعلم أن الواحد ممكن يسوريه فرش حق مخه تنشيط إعادة تنشيط المخ عن طريق ممارسة هواية معينة أو استمتاع بشيء معين والعودة مرة ثانية إلى العمل أو إلى الدراسة فيرجى الانتباه يا جماعة أعزائي الأباء والأمهات نعم قد تكونون أنتوا كأباء وأمهات أصحاب دراسات عليا أصحاب شهادات عليا قد تكونون ناس ما توفقتوا في تحصيل دراسة وشهادة عليا وتكونون تعوضون هذا الشيء في أبنائكم وكذلك اللي حصلوا شهادات عليا يبون عيالهم يحافظون على نفس الرتم العلني والأكاديمي اللي أهمه حصلوا عليه ولكن لا يكون على حساب متعة أبنائنا لا يكون على حساب الصحة النفسية لأبنائنا يجب أن نختبر الأبناء ونلاحظ الملاحظة من أهم أهم أساليب التجربة العلمية لازم تلاحظ أبنائك تلاحظ طريقة دراستهم وتلاحظ في النهاية تحصيلهم الأكاديمي هل طريقة دراستهم اللي قاعدين يسوونها تتناسب مع التحصيل الأكاديمي إذا تتناسب إذن بس تمام خلك مثل ما أنت إذا ما تتناسب عدل طريقة الدراسة ولكن بحدود معينة لا تؤثر على كيفية استمتاع هذا الطالب بالحياة ولا تؤثر على كيفية تفكيره ونظرته للدراسة ليش في طلبة وهذا شيء أزلي ومعروف ليش في طلبة مثلا ما يحبون مادة الرياضيات في طلبة ما يحبون مادة اللغة الإنجليزية طلبة ما يحبون مادة اللغة العربية وهكذا ليش؟ لأن المدرس نفسه قاعد يوصل لهم المادة هذه بطريقة مزعجة لدرجة أنهم قاموا يكرهون هذه المادة لو درسهم بطريقة مختلفة بطريقة ودودة تخليهم يستوعبون المادة بحب راح تأكدوا أن راح يحبون هذه المادة في ناس أنا أعرفهم يقول لك الرياضيات بالنسبة لي وناسة كنتي قاعد ألعب يعني هذول الكلمات المتقاطعة يستمتع في حل معادلات الرياضية ليش؟ لأن نتأكد أنه هو تدريسة لمادة الرياضيات سواء عن طريق الأهل أو عن طريق المدرسة كانت طريقة ناجحة وطريقة صحيحة في توصيل هذه المادة التخصصية يرجى الانتباه أعزائي المشاهدين ما نلقط على أبنائنا قدر الإمكان ما نلقط على أبنائنا نشجعهم نعم نحثهم على التحصيل نعم نوصل لهم أهمية الدرجة العلمية كرقم هذا الرقم النسبة المئوية اللي حصلونها آخر شيء نعم نوصل لهم أهمية هذه الدرجة ولكن ما يصير على حساب صحتهم النفسية وما يصير على حساب أن أنا ترى أزعل عليك إذا يبت أقل من 80 أو أقل من 85 أو أقل من 90 من تهني قاعد تحشر هذا الطفل في خانة ضيقة جدا تحرمه من التحرك والمناورة بأريحية خلال دراسته ويعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر